كل شيء في العراق معرض للموت للخطف أو الاغتيال للابتزاز أو الإهانة تلك الخيارات لا تستثني أحدا حتى الذين مهمتهم منح الحياة استهداف الأطباء ملف شائك كحال غيره ملقا على رف الحكومة بينما يستمر نزيف الكوادر الطبية من مستشفيات البلاد في وقت أشد ما تكون حاجة العراقيين إليهم وبالحاجة ذاتها تكون حاجتهم للأمان والافتقاد الأخير دفعوا دفعا إلى الهجرة فقدرت منظمة الصحة العالمية عدد الأطباء الذين غادروا العراق بسبب التهديد والاستهداف بأكثر من عشرين ألف طبيب منذ عام 2003 المنظمة أكدت أن لدى العراق اليوم نحو تسعة أطباء لكل عشرة آلاف نسمة وهذا الرقم أقل بثلاث مرات من الكويت وبمرتين من ليبيا التي تعصف بها الفوضى تشكل كوادر الطبية من استفحال ظاهرة استهدافهم وعلى مختلف الصعد من الاستهداف المباشر إلى تهديد أسرهم ولأبسط الأسباب وكأن الوضع أشبه بقانون الغاب حيث الصطوة للأقوى فلا قانون يردع ولا دولة تحاسب ولذلك حملت نقابة الأطباء الحكومات المتعاقبة مسؤولية ازدياد معدلات هجرة الكوادر الطبية بسبب إهمالها تفعيل قانون حماية الأطباء كما وثقت مقتل أكثر من 325 طبيبا وتعرض المئات منهم لعمليات خطف وابتزاز واعتداء وصلت إلى 300 طبيب في شهر واحد ولهدف واحد أيضا تقوم أياد معروفة باستهداف الكوادر العلمية في العراق لإفراغه من كفاءاته برأي مراقبين لكن ثمت نوعا آخر من الاستهداف ناتج عن غياب الدولة فيتحدث الأطباء أنهم يخافون من الإعلان حتى عن حالة وفا خشية تحميلهم المسؤولية ثم يطالبون بدفع مبالغ مالية ضخمة ضمن ما يسمى الفصل العشائري حلقة غياب الأمن تكتمل بجعل المستشفيات ساحة حرب في بعض الأحيان فيأخذ الجسم الطبي بأكمله إلى دوامة العنف التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وبشكل يومي تعلو أصوات الأطباء المطالبة بالحماية كما تعلو أصوات المرضى وهم يشكون ضعف الأداء في المستشفيات ورغم تعدد الأسباب وكثرة التفاصيل إلا أن السبب الرئيس حاضر فلا أمانة بدولة تحكمها الميليشيات ولا الأخيرة يمكن أن تنشئ دولة